حتى الآن تم غرس ما يقرب من خمسين ألف هكتار من المشروع، وتم ترتيب مائة وستين قطعة مراقبة لإجراء قياسات بعاث الكربون، ويمكن أن توفر هذه الخطوة دعماً إيكولوجياً لعقد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية على أساس الحياد الكربوني. في الوقت الحاضر، تستخدم معظم مشاريع التشجير في بكين أنواع الأشجار المحلية المناسبة لبكين. بما في ذلك أنواع الأشجار الشائعة، كما نفذت بكين كثيراً من أعمال الحماية واستعادة الأراضي الرطبة، وقدمت التنمية المنسقة للمناظر الطبيعية والمنافع البيئية دعماً قوياً لتحقيق الحياد الكربوني وتحسين البيئة المعيشية في بكين. في منطقة يانتشين، وهي واحدة من ثلاث مناطق منافسة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، تم تنفيذ سلسلة من تدابير الحماية البيئية في بناء الأماكن الجديدة في تلك المنطقة التي تشمل زراعة ملايين الأشجار في الجبال ليتم إعادة زراعتها عند الانتهاء من بناء الأماكن. بعد أن تندج الغابة، لا يمكنها فقط توفير بيئة إيكولوجية جيدة وحواء نقي، بل تقدم مناظر طبيعية رائعة أيضاً. كما يمكنها الحفاظ على المياه والتربة، والحفاظ على مصادر المياه وتقليل الضوضاء وتأسيرات الجزر الحرارية الحضرية، ويمكنها أيضاً توفير قاعدة خضراء لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية بالإضافة لابية ترفيهية جيدة للسكان المجاورين.